اليوم وديعي شفنا أبو فارس عم بيغني وعم بيقلق ممنوع تطلق غير لتاخد اليوم إذنه شو بتقوله؟ بالفعل أبو فارس باي يعني صاحب يتاخد إذنه لأنه هو عشرة عمر مع باي الله يرحمه وأبو فارس مكان لوالد يعني فلي الشرف يعني أخذ رأيه شفناك قدام تأثر أنت وعم بتغني وأبو فارس كان عم يبكي قداش بيعني لك هيدا الأمر بخاصة أنه كانت تجمعه الصداقة كتير قوية عشرة عمر هو الوالد تذكر الوالد وأنا تذكر يعني دايما الأفراح بتذكر الناس كلها سوى الحمد لله الحمد لله على كل شيء في كتير أشخاص قالوا الله يرحم والدك من بعد وفاته وديع الشيخ يعني تغير 180 درجة تغيرت أمور كتير بحية شو بدي يغير لا ما في شيء ما في شيء غيرناه نحنا متل ما نحنا بعدنا مشينا على طريقه ماشينا عليه إن شاء الله كلها عم بيحكي بدأت قلبه لوديع الشيخة ده اليوم عم بيعنيلو ننسوا المشاكل صاروا حالته العاطفية لوديع هي الشغل الشيخ ما عندهم شغلي وعملي بدون يحكوا هاك أو هاك بدون يحكوا اليوم يعني أنت منك مرتبط بأي نجمة وجد عبس ما مرتبط بحدا مرتبط بس برب العالمين أكتر ماكش مرتبط شو هي مواصفات فتاة الأحلام بما أنه هلأ قلبك فاضي عم بتقول ما بس بس أرسومه بخبرك عنه يعني أنت اليوم عكيد منك مرتبط هذا الموضوع بيخصني اللي أنا ما تخدي عليه سكو باي